الآن أبنائي سوف نتحدث عن أول درس وهو درس المتتاليات العددية إذن ننطلق في أول فيديو وهو التعريف المتتالية العددية إذن هنا أبنائي سوف نتحدث النقطة بنقطة إذن نتابع جيدا إذن قال تعريف متتالية كيف هي عددية ننطلق هنا قال أن متتالية عددية متتالية عددية حقية هي دالة ترفق بكل عدد لاحظوا كيف هو أن طابعي أكبر من أو يساوي عدد طابعي أن صفر معطى العدد ماذا؟ ركزوا أرجوكم يعني كأنما مثل هذا المصطلح تابعوا إذا قلنا أن مثلا فلي إكس في الدوال يساوي لنا إجراج فلي إكس يساوي لنا إجراج كذلك هنا أبنائي ركزوا لما نقول إلا أنه لما نقول إيه لي هكذا آن هذا حيث هذا الآن يكون عدد كيف هو عدد طبيعي فولكنها من الأعداد الطابعية لما يكون عدد طبيعي تعطينا ماذا؟ تعطينا عدد ماذا أبنائي؟ عدد حقيقي تعطينا عدد حقيقي الذي يكون في البطن يكون عدد طبيعي أما الذي ينتج ينتج عدد حقيقي هكذا حتى تعلمون هذه الأمور ننطلق هنا إذا قال ترميز نرمز إلى صورة آن بي المتتالية بمتتالية اي بماذا؟ بأي لآن ركزوا هذه إذن آن بمتتالية اي بالرمز اي آن بدلا من اي آن هذه يا أبنائي معناه هنا عندنا هذا الترميز اللي هو اي ألاحظوا آن هكذا هذا قال هو ماذا؟ هو نفسه اي إلا آن يأتي هنا صغير هذه تسمى عبارة لحد العام ركزوا أرجوكم تابعوا نقطة بنقطة حتى تعلموا أبنائي معناه يمكن أن نكتب مثلا هكذا أولي آن يساوي لنا إثنان آن زائد واحد بهذه البساطة المطلقة فقط حيث هذا الآن وهذا الآن يكون أعداد كيف هي أعداد طبيعية ركزوا أرجوكم لو نعطي مثل للآن نعطي له مثلا سفر نضع هنا كذلك سفر ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا إثنان في سفر كم سفر؟ إذن سفر زائد واحد إذن نقول إلي سفر يسوي كم؟ إذن إلي سفر يسوي لنا واحد فقط تابعوا أرجوكم حتى تعلموا الآن قال هذا الترميز الجديد يسمى بالترميز بالدليل إذن هذا الذي نرمز له هكذا الآن هنا الصغير يسمى ترميز بالدليل فقط نتابع كذلك عندنا كذلك أبنائي هذا الأمر قال المتتالية يرمز لها بالمتتالية فرقوا بين كلمة المتتالية لما نقول أبنائي متتالية نقول إلي آن هكذا أما لما نقول عبارة نقول إلي آن هكذا بدون رمز أقوص هذه عبارة الحد أما هذه هي نفسها المتتالية يعني فرقوا بين هذين الترميزين يا أبنائي نقول قالت تساوي إلي آن لما آن أكبر أو يساوي لنا آن صفر إذا كانت المتتالية إي معرفة من أجل آن أكبر من آن أو يساوي لنا آن صفر تابعوا جيدا معناه يمكن أن نقول مثلا إلي آن تساوي لنا مثلا ثلاثة آن زائد واحد حيث نقول مثلا أول حد لها لا تنطلق من إلي صفر فيه متتالية لا تقبل يقول ننطلق من إلي واحد من إلي واحد يعني الإلي صفر تصبح غير موجودة هذا هو معنى المقصود من ذلك سوف نكمل تابعوا جيدا أبنائي عندنا قال متتالية إي يرمز لها بإلي آن نحن في هذا المكان إلي آن لما آن ينتمي إلى آن يعني الأعداد الطبيعية أو إلي آن إذا كانت المتتالية إي مغرفة على آن هذه لما تكون تنطلق من آن من آن أول آن يأخذ يأخذ صفر لما لكن متابع جيدا أركزوا أبنائي حتى تعلموا قال إلي آن هو الحد الذي دليله ماذا أكيد دليله آن لماذا لأن ألاحظوا هنا دليله آن تابعوا أرجوكم هو الحد الذي دليله آن ويسمى كذلك الحد العام للمتتالية إي إذن هذه إي إذا قلنا هكذا هذا متتالية أما إذا قلنا هكذا هذا عبارة الحد العام الذي دليله آن يمكن أن يكون إي لي إثنان آن الدليل يصبح هنا إثنان آن أركزوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي نتابع عندنا كذلك إي لي آن صفر هو الحد الأول المتتالية إي إذا كانت معرفة من أجل آن أكبر من آن أو يسألنا آن صفر يعني هذا آن صفر يعني اللي هو الحد الأول هذه لما تكون تنطلق من ماذا من الصفر كذلك يمكن أن تنطلق سوف نلاحظ نقطة بنقطة حول التعريف المتتالية إي لي سيفر هو الحد الأول للمتتالية إذا كانت معرفة على آن أما إذا كانت يا أبناء معرفة على آن مثلا نجمة آن نجمة لا نقول هنا إي لي سيفر إنما نقول مباشرة إي لي واحد يعني لا يمكن أن تنطلق من الحد إي سيفر فيه متتالية لا تنطلق حتى من إي لي سيفر أو إي لي واحد تنطلق من إي لي إثنان حسب يعني مجموعة تعريف تلك العبارة تابعوا جيدا أمثلة المتتالية إي لي آن لاحظوا هي بين قوسين لأنها متتالية حيث لاحظوا جيدا إي لي آن تصنينا ناقص خمسة آن مربع زايد إثنان معرفة على ماذا؟ على آن يعني لما يكون معرفة على آن يمكن أن نحسب آن إي لي سيفر هنا وإي لي سيفر هنا ونعود تعطي لنا كم؟ إثنان هذا هو يعني المطلوب تابعوا جيدا أرجوكم عندنا كذلك أبنائي لاحظوا المتتالية ماذا؟ متتالية فيلي فيلي آن أو متتالية في فيه يعني ترميز إذا قلنا هكذا المتتالية في وإذا قلنا هكذا كذلك سبح لنا المتتالية فيلي آن حيث فيلي آن تساوينا لاحظوا خمسة على آن هنا أكيد الآن باحترام مجموعة التعريف التي درستموها أن آن يجب أن يكون لا يساوي الصفر لأنه يقع في المقام إذا ماذا نقول؟ نقول أن آن إذا هذه المتتالية فيلي آن معرفة على آن نجمة لماذا النجمة؟ لأن الصفر لا يحقق لأن لا يوجد لنا صورة صفر في هذه المتتالية لهذا لاحظوا ماذا كتب آن آن أكبر أو يساوي الواحد لأن الصفر لا يحقق كذلك عندنا المتتالية W المتتالية W تساوي لنا آن زائد ثلاثة على آن ناقص خمسة معرفة من أجل ماذا؟ من أجل آن أكبر أو يساوي الستة يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن يا أبناء يركزوا لأن المقام أين ينعدم؟ المقام ينعدم عند الخمسة لأن آن ناقص خمسة يساوي السفر ننقول هذا يصبح آن يساوينا كم؟ خمسة معنا آن لا يساوينا ماذا؟ لا يساوي شيء أن يسمى الخمسة إذن من أين تنطلق؟ تنطلق من أول حد يأتي بعد الخمسة الذي هو ماذا؟ ينطلق من إلي 6 إذن أول شيء نحسب إلي 6 يقول أحدكم يا أستاذ و إلي ماذا؟ يقول أحدكم و إلي 4 و إلا لا يمكن أن تنطلق من إلي 6 أننا نحن في الأعداد الطبيعيية يا أبنائي ركزوا أرجوكم عندنا كذلك ملاحظة في الحد أن هو الدليل وليس الرطبة نعم لما نكتبها كذا إلي مثلا ستة هذا إلي ستة هذا لا يعني أنه هو الحد رقم ستة لا لأن لو تدققوا هنا مثلا في هذا المثال من أين تنطلق؟ المتتالية تنطلق من إلي ستة ركزوا تنطلق من إلي ستة ما هو رطبة إلي ستة يا أبناء؟ يقول أحدكم يا أستاذ هو ستة لا الرطبة هو الأولى لأن أول حد انطلقت منه هو الستة ليس رتبته ستة لا إنما رتبته هو الأولى يا أبناء هذه إحذر منها لاحظوا مثلا إذا جئنا إلى المتتالية كانت معرفة على آن مثلا يعطي لنا إلي آن مثلا يسعينا إثنان آن مثلا يقول هي معرفة على آن أكيد تنطلق من ماذا؟ من السفر يعني يمكن حساب إلي سفر يا أبناء إلي مثلا تسعة كم رتبته؟ كم رتبته هذا الإلي تسعة وهي تنطلق من ماذا؟ قلنا تنطلق من السفر إلى التسعة يقول أحدكم رتبته يا أستاذ هو التسعة لا ركزوا أبناء إلي أن نلاحظ كم السفر إلى أنها تنطلق من السفر سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ركزوا من حد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذن رتبته يا أبناء إليست تسعة كما يعتقد رتبته عشر هو الحد العشر لماذا؟ لأن إلي سفر رتبته واحد لو كانت تنطلق من آن نجمة من آن نجمة ما معنى كلمة آن نجمة؟ معنى تنطلق من آن واحد نعم لكن هذا يحذف هذا الذي هو في الأول هنا يحذف تنطلق قم بعملية العد من واحد إلى تسعة يجد لنا كم تسعة إذن هذا يسبح رطبته إلي كم ليس الإي رطبته تاسعة أما إذا انطلقت من الصفر احذروا إذا انطلقت من الصفر وقالها هنا إلي تسعة عشر فاعلموا أن رطبته هي العشرون العشرون لأن من الصفر إلى التسعة عشر يجد لنا كم؟ يجد لنا عشرون عدد احذروا 20 حد يا أبناء إذن من هذه الأمر أرجوكم إذن مثال المتتالية W ها هو المثال W هي نفسها هذه التي شرحناها هنا انطلقت من إلي كم؟ من إلي ستة معرفة من أجل كل آن ينطلق من ستة الستة هو دليل الحد W ستة يعني هنا لو نعوذ بالستة أما رتبته فهي الرتبة الأولى إحذروا كما شرحت هنا يا أمناي عندنا كذلك رتبة الحد رتبة حد U ل B U ل P U ل B B ينتمي إلى أنه عدد طبيعي من متتالية U بالنسبة إلى الحد U A A عدد طبيعي أصغر من B هو العدد ماذا؟ هكذا حتى تعرفوا يعني في الحالة العامة لتعرفوا الرتب B ناقص A زائد واحد B ناقص A زائد واحد نتابع معناه ماذا أبنائل إذا قلنا مثلاً متتالية انطلقت من E لسفر وهنا E لمثلاً أربعة عشر ها هو الآ الآ هنا في هذا المثال المثال هو الآ كم الآ يساوي سفر وهنا البي كم يساوي يساوي لنا أربعة عشر هذا هو البي ماذا قال لإيجاد رتبة يعني قال رتبة الحد U B وهي تنطلق من E لسفر كيف نفعل الأبنائي نقول هذا أربعة عشر ناقص صفر زائد واحد هكذا القائدة مثل ما هي موجودة هنا إذا أربعة عشر ناقص صفر زائد واحد تساوي نكمل خمسة عشر إذا رتبة هذا الحد البي هذا الأربعة عشر رتبته خمسة عشر لماذا لأنها انطلقت من السفر تخيل المتتالية تنطلق من واحد ماذا تصبح أربعة عشر ناقص واحد دائما تضيفون كلمة واحد يذهب هذا مع هذا تصبح رتبته أربعة عشر بهذه البسطة المطلقة فقط هنا يعني تحدثنا عن تعريف المتتاليات العددية إذن هذا هو تعريفها يا أبني أنها تنطلق لما نقول إيلي آن تساوي لنا مثلا واحد على آن الآن هو قلنا عدد طبيعي الآن هو عدد طبيعي لكن ما يولده عدد حقيقي مثلا مثلا نعطيه نقول إيلي إثنان إيلي ماذا؟ إيلي إثنان ماذا يسعي؟ سعينا واحد على هنا وضعنا الإثنان هنا نضع الإثنان يصبح لنا كم أبني؟ يصبح لنا على إثنان هذا الآن هذا الإثنان ينتمي إلى آن هو عدد طبيعي لكن هذا ليس عدد طبيعي هذا عدد حقيقي إذن المتتالية تأتي تأتي بالأعداد الطبيعية وتليد الأعداد الحقيقية بهذه البسطة المطلقة فقط تأتي بالأعداد الحقيقية تأتي بالأعداد الحقيقية تأتي بالأعداد الحقيقية تأتي بالأعداد الحقيقية